من شوية كان فيه خبر مهم جداً محتاج أعرى لحضراتكم الخبر لأنه كان الفترة الأخيرة كان فيه تصريحات أو فيه كلام تكتب على تويتر من أحمد حسام ماميدو لعب الكرة السابق واتكلم بشكل طبعاً لا يليق على الكابتن أسامة حسني نجم النادي الأهلي وكابتن الأهلي وزمنا في قناة النادي الأهلي وتكلم كمان على الأستاذ جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي نهاردة كابتن أسامة حسني والأستاذ جمال جبر يتقدمان ببلغين للنائب العام ضد أحمد حسام ميدو تقدم كل من أسامة حسن اللاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة النادي الأهلي وجمال جبر مدير الإعلام بالآله ببلغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهمات باطلة إلى سالفي الزكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل اجتماعي بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع جاء في البلغين اللذين تقدم بهما المحامي الشهير المستشار محمد عثمان النميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهمات لا أساس لها من الصحة لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهل والزمالك في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف وطالب كل من أسامة حسني وجمال جبر بتطبيق القانون بحق ميدو لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع القرون كلام مهم جدا وتحرق قانوني مهم جدا من الكابتن أسامة حسني ومن الأستاذ جمال جبر من خلال المستشار القانوني الأستاذ محمد عثمان وكل واحد يغلط لازم يتحاسب على خطأه احنا في بلد بتحترم القانون والقانون بيتطبع على الكبير قبل الصغير واللي بيغلط لازم يتعاقب وياخد جزائه